الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعل ولا يعلى وجل علوبه وصفاته كملت بلا نقصاني سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطاني في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفيات بلا أركاني والريح تجري وسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتاني ولكل جند للإله أما تقرى جندا يقض مضافع الطغياني وإذا السماء تشاققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزماني والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسفت أمام عياني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الواد بالقرآن ولكل من بعد الممات مرادهم نحو الإله الواحد الدياني في ذلك اليوم العظيم نفوه سنا حشراتها قد خاب ذن كراني من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من فقلوا على الميزاني يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنهم الرحمن قد أفلح الماضون في ركب الهدى أفلح الماضي وتحلروا من قابضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الغيماني يموشاني يعلو ولا يعلى وجل علوبه وصفاته كملت بلا نقصاني سلطانه باق ويلقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطاني في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركاني وليه تجري واسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا وإنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر